ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا وكلكم بخير. فيديو النهاردة هنعمل وصفة البراني. طبعا ما حدش يعرف يعني ايه براني? او قليل مننا يعرف يعني ايه براني. البراني هو طاجن البامية. بس النهاردة هنعمل براني بالعكاوي. الوصفة دي كنت كتباها في مينيو رمضان. الفيديو اللي ظهر دلوقتي في اللينك اللي فوق ده. دوسوا عليه عشان تروحوا تشوفوا القايمة. وعايز اقول لكم اللي يعرف اسم براني. اكتب لتحت في الكومنت وعمل لي لايك واشتراك بالقناة ويلا نشوفوه في البراني بالعكاوي بتتعمل ازاي? اول حاجة معنا طبعا العكاوي. هي مش بالكيلو. العكوة انت بتروح عند الجزر تقول لها انا عايزة عكوة اتنين تلاتة على حسب اللي انت عايزة والكمية اللي انت عايزها. لكن مش بالكيلو. وطبعا آآ البامية هي تقريبا نص كيلو. عايزين تقطروا قطروا هي العكوة بتحتاج اكتر من نص كيلو بامية بس انا بحب اعمل البامية قليلة عشان العكوة تتاكل. وكيلو قوطة مضروبة في الخلاط زي ما تش شايفينها بالقوام ده ما يبقاش سيلة قوي. علشان تساعد على التسوية بسهولة. بعد كي هنجيب معلقة كبيرة من السمنة البلدي ونحطها في الطاجن او المرسية. احنا بنقول عليه مرسية. اللي بيقول عليه مرسية برضو يقول لي يا جماعة انتو بتسموه ايه? في ناس بتقول عليه طاجن في ناس بتقول عليه مرسية. على حسب يعني البلد. آآ بعد كده هنحط معلقة السمنة كبيرة زي ما انتم شايفين كده ونبدأ نسياحها. واول ما تسيح كده وخلاص بدأت تسخن هنكون مجهزين العكوة. وهنزل عليها والسمنة سخنة. هننزل العكوة ونبدأ نحمرها. ودي نقطة مهمة جدا جدا نحمر العكوة سواء عكوة او لحمة. حمروها. هتنزل ميتها وتشربها. ولازم ان نكون متابلينها ملح وفلفل سود. ودي تدبيلة اللحمة بس. علشان لسا هنتابل تاني. عايز اقول لكم كمان ان مهمة جدا تحمروها كويس جدا. هوريكو تحمروها ازاي وتبقى بالشكل عامل ازاي. هنبدأ نقلب 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 لحد ما تدينا اللون اللي احنا عايزينه. الناس كمان بتسلو العكوة قبل ما تنزلها في الطاجن. زي ما انتم شايفين كده بصوا العكوة تحمرت تماما بقيت لونها يجنن. ولازم انتحمروها كده كويس جدا. لو ما عملتواش كده الطعم مش هيبقى احسن حاجة. بعد كده هنحط اهم مكون في البراني هو التوم. هنحط التوم بكمية كبيرة لان هي الناكهة الاساسية في البراني. وهنبدأ نحمرو في قلب المرسية زي ما انتم شايفين كده مع اللحمة. نحط على جنب ونبدأ نحمرو كويس جدا في السمنة البلدي الموجودة. لو اللحمة تشربت او العكوة تشربت السمنة حطوا سمنة تاني. وابدقوا حمرو التوم حلوة قوي بس حاولوا ما تحرقوهوش. ونبدأ بقى نقلب كده زي ما انتم شايفين. انا بوسع للطوم آآ مكان علشان يتحمر براحته. هنبدأ بقى نقلب فيه ونحمرو. بعد كده هنقلب العكوة معه الطومة كويس جدا. بطلب منكم كل واحد يشوف الطريقة. يقول لي طريقته في الكومنت بتعملوها ازاي? انا بشوف والله وصفات خطيرة في الكومنت منكم. بجد شكرا ليكم. عايز اعرف طريقتكم بتعملوها ازاي? بكل التفاصيل. هستنى تعليقاتكم. بعد ما قلب العكوة في الطوم هنزل عليها الصلصة اللي احنا مجهزينها. زي ما انتم شايفين كده نزلت القطة اللي ضربتها على العكوة بعد محمرناها. وهبدأ كده هقلب خلي بس الصلصة تنزل في قلب العكوة. فاهمين الطريقة دي. وبعد كده هكون مجهزة البمية طبعا معاها ومجهزاها. فيه هنزل البمية على الصلصة. بعد كده هبدأ انزل البمية في الصلصة على قد ما اقدر. عايز اقول لكم على حاجة نقطة مهمة. علشان تعملو براني بالعكاوي. لازم ان يكون الطاجن غويط وعالي. علشان العكوة بتبقى عالية. فيبقى فيه مساحة تحطوا البمية والصلصة وتعرفوا تسويها كويس جدا. فيه آآ فيه تواجن تبقى صيارة مش بتبقى حيارة مش هتنفع مع العكاوي ابدا. لو اللحمة ممكن. لكن العكوة لأ. آآ بعد كده احطيت بقى الملح والكمون. الكمون طبعا اساسي. آآ عايز اقول لكم ان دي بقى تدبيلة البمية مع الصلصة دي التدبيلة الاساسية. لكن التدبيلة الاولانية بتاعة اللحمة. عشان ما تيجي تاكلوا اللحمة ما تبقاش نقصة ملح. طبعا بحط كمون كتير آآ كمون برضو مهم جدا زي الطوم كده. كمون الطوم يعني يا صحاب. مع البمية. فهنحط كمية وعضات قد كده البمية نزلها في قلب الصلصة علشان لما تغلي تستوي كويس معايا ما يبقاش فيه حاجة بتعض معايا او ناية معايا. وانا شغالة كده واكون خلاص الرابط تغلي هبدأ انا اشغل الفرن علشان تبدأ تزخن عشان لما تبدأ آآ خلاص الرابط على السوا هنزلها الفرن. ولكن مش في اي وقت هوريكو ازاي او امتى هنزلها الفرن. هسيبها زي ما انتو شايفين كده خلاص رابط التغلي. هواديها عين تانية اكبر علشان تغلي اسرع. وتستوي معايا اسرع. عايزين هتسيبوها على العين الصغيرة او الوسط. سيبوها برحيتكم. على حسب الوقت. زي ما انتم شايفين كده نقلتها على عين الكبيرة وبدأت تغلي زي ما انتم شايفين. بصوا كل ما تغلي انا هبدأ اضغط عليها بالمعلقة علشان البامية بتبقى طالعة الفوق. هعد اضغط عليها ونزلها تحت. علشان تغلي مع الغلايان اللي انتم شايفينه ده. وتبدأ تستوي براحتها. نصيحة ليكو لما تيجوا بتعملوا الطاجن البامية او البراني هاتوا بامية آآ زغيرة او وسط. بلاش البامية الطويلة بتبقاش حلوة طويلة دي للطبيق. فحاولوا تجيبو الزغيرة. زي ما انتم شايفين كده بغطيها واسيبها تتسبك على نار وسط. يعني انا هديت النار شوية لما بدأت تغلي شوية هديت النار. وهنا بدأت تتسبك زي ما انتم شايفين خلاص المية بتتشرب. شايفين شكلها ورحتها خطيرة بجد خطيرة ده من المفضلات عندي البراني يعني من الاساسيات من الحاجات اللي بعملها كتير. آآ وعن انا شخصيا بعملهاش غير بالعكاوي. ما بعملهاش باللحمة. بصراحة عملتها مرة في حياتي باللحمة. لكن بالعكوة دي اساسي. يعني عكوة جات يبقى براني على طول. فانتم برضو عرفوني اللي بتعملوها ازاي? زي ما انتم شايفين كده خلاص انا بفتح عليها خلاص البامية استويت كله تمام. بس البامية ما تهرتش. دي النقطة مهمة جدا علشان لسه هتدخل الفرن والفرن سخنة. الفرن سخنة خلاص وجهزة ويها دخلها الفرن تكمل سواها والتسبيكة بتاعتها. بس اهم نقطة اوعوا وتتحرق منكم او تنشف منكم بمعنى صح يبقى ما فيهاش سوايل خالص. لازم نبقى فيها نسبة سوايل لان لما بتبقى نشفة ما بتبقاش حلوة تماما. خلاص هدخلها الفرن وصيبها تستوي وبس كده دي كانت وصفتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكو. بتنسوش الاشتراك بالقناة وتدوسوا على الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجاية لينا وتابعوني وسلام.